ولكن البعض يتحدث عن ضغط إيراني على واشنطن من خلال هذه الهجمات بسبب العقوبات ومنع الدولار عن إيران هل ذلك ممكن ضمن مشهد التصايد الأخير ومسبباته وللحصول على المزيد من الامتيازات بعد العشرة مليارات الأخيرة التي حصلت عليها طهران أكيد هي طهران حصلت على الامتيازات عشر مليارات عندما طلب منه عدم التدخل في المعركة القائمة الآن بين الكيان الصيون والمقاومين في غزة هذا ثمن سكوتهم وعدة مرات صرحة أنه لا علاقة لهم بهذه المعركة ونسوا أنه قالوا أنه تحرير القص ويوم القص العالمي وطريق القص يمر عبر بغداد أو دمشق أو غير ذلك هذه كلها الشعارات ذهبت مقابل هذا السكوت وهذا المبلغ الذي الولايات المتحدة أعطته ليران ولكن الآن أيضا هذه الفصائل أيضا تستخدم ويران لو تلاحظها منذ أمد بعيد يستخدمون الفصائل الموالية لهم سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في لبنان لنقل المعركة خارج أراضيهم ولذلك أنا أشوف أنه هذه المعركة خاسرة بالنسبة لهم الآن الولايات المتحدة هي تملك أساطيلها موجودة في الشرق الأوسط وفي البحر المتوسط والبحر الأحمر وقطعات كبيرة جدا قادرة على معالجة كل الأمور التي تحدث في هذه المنطقة فأنا أقول أنه حقيقة المفروض على الحكومة العراقية لابتعاد وعدم زجها في هذه الأمور التي لا مصلحة لدينا فيها وعلي أيضا أن الشعب العراقي مل من هذه الأمور وهذه العدم استقرار الأمني أو هذه الضربات التي لا تؤثر نهائيا على الموقف الأمريكي وحتى الموقف في الكيان الصهيوني ففي رأيي أنه يجب أن يكون هناك تعقل لا سيما أن حكومة الإطار قريبة من بعض الفصائل وتستطيع التفاهم معها وتستطيع أيضا أن ترسل رسالة إلى إيران أنه إيقاف هذه الفصائل التي خارجها عن سلطة الدولة ويعني هم رأيهم هو الأوحد والدولة حقيقة في واد وهم في واد ترجمة نانسي قنقر